موسيقى ساوردو خبز ريفي بالخميرة الطبيعية نص أسمر ونص أبيض كتير كتير طيب وكتير رح يعجبكن أول شي لتحضيره منضيف للحل أو للبول منضيف ماء بارد ضروري يكون ماء بارد ونص دقيق أمح كامل ونص دقيق أبيض T65 نخلط لتتكون عجينة بعدين نتركها ترتاح لمدة ساعة كاملة مغطاية نضيف بعدين الملح أنا هون عم نضيف ملح بحري الملح والخميرة الطبيعية خميرة طبيعية سائلة طبعا ناضجة طبعا المقادير هتشوفوها بصندوق الوصف نعجن لمدة خمس دقائق بسرعة أولى وأربعة لخمس دقائق بسرعة تانية هيك بتكون تكون العجينة متل ما شايفين شوف قوامة ما أحلى جميل جدا منحط طبعا العجينة بعلبة علبة بلاستيكية غذائية منتركها منغطيها منتركها تتخمر لمدة 45 دقيقة بعد 45 دقيقة حاجة حرارها ويتوزع مصادر غذاء الخمائر والبكتيريا هذه الخطوة مهمة نعملها بالطريقة الصحيحة كما تشاهدين نغطي العجينة منغطيها منتركها 45 دقيقة ثانية لنعمل كمان هالي مرر صحيحة العجينة متماسكة وأقوى من قبل كما ملاحظين بنكرر نفس بها الطريقة هاي وشوف قوامها كيف ما أحلى صار قوي ومتين وكتنز بالغازات بنغطيها بنتركها ساعة إلى ساعة ونص زيادة حسب حرارات المطبخ أنا تركتها ساعة ونص زيادة يعني مجموع التخمر الكل ثلاث ساعات بنزل العجين من العلبة ومنقطع كل قطعة لكيلو يعني أربعة أرغفة ممكن تعملوا نصف الكمية بتطلع رغفين أنا عملت أربعة أرغفة نحاول أدمى فينا لما نقطع ما نقطع قطعة كتير كتير صغيرة بالشكل هيدا منكرر نفس الشي ما بقى القطع وآخر قطعة تمام منكرر نفس الشي بالعجائن الاربعة طبعا انا عبشتغل على سطح مبلول بالمي حتى العجيني قدر المستطاع ما تلسق بايدي يفضل ما نشتغل بدقيق بعجائن متل من هالنوع انتهينا من العجيني الرابعة ونحطها على جنب ونتركهم لمدة 45 ديئة نتركهم 45 ديئة يرتاحوا بدون غطاء لان المطبخ عندي انا رطب وإلى اذا كان في مكيف او في طيار هوائي ممكن انغطيهم الافضل حتى ما يكون في سكن او يكونوا قشرة من العجين وتشكيلهم بصير صعب نشيل العجين على الجنب ونبلش نشكل بأول عجينة منهن طبعا نحرص على انه يكون فيه دقيق لان هاي العجينة رطبة طبعا مش دقيق كتير حتى ما يدخل جوه العجين كما شايفين انا بشيل الدقيق الزائد لكن بخلي ما يكفي انه العجين ما يلتسق بسطح العمل وبايدية حتى بايدية عم تشتغل يعني بلاحظي انه عم تشتغل باطراف صبيعي اوكي منشكلها بهت الشكل بالطريقة هاي العجينة متينة وقوية ومكتنزة بالغازات منرش عليها دقيق وكمان السلة فيها بقلبها دقيق امح كامل كما شايفين منقلب العجينة من ناحية تانية طبعا ونسكر اي فتحات تكون موجودة منرش شوي الدقيق عليها من الاعلى ونتركها على جنب بدنا نغطيهم بكيس ونتركهم بالبراد او بالتلاج يتخمر لمدة 12 ساعة على الاقل منكمل التشكيل مع باقي العجائن ممكن نعمل هاي الطريقة كمان يعني منشكلها وهي لسه بايدينها بالهوى كمان بيساعد هالشي على انه من المس العجيني قدر المستطاع يكون التشكيل بكفاءة وسرعة منرش دقيق ونحطها كمان بقلب السلة المعدل خصصا للتخمير ممكن استخدموا اي سلة عندكن لكن بيكون جواتها قطعة قماش بتمتص الرطوبة بشكل جيد ويكون مرشوش بالدقيق بشكل كتير كويس انا بفضل استخدام دقيق الامح الكامل حتى لانه بقلبه نخالي ونخالي بتمتص الرطوبة بتساعد انه العجيم ما يلتصق حط العجينة بقلب السلة وبيضل عنا اخر عجينة منشكلها به الشكل اللي بنحملها ونشكلها على طول مباشرة منعطيها الشكل ونزل فيها على الاخير ومنسكرة من الاطراف حتى ما يفتحوا بالفرن ونرش على دقيق ونحطها بالسلة طبعا منغطيهم كلهم نحطهم بالتلاجة لمدة 12 ساعة لا يتخمروا تخمروا على مهل وبدأ بتقوى بنيتهم بنفس الوقت بصير سهل انه نخبزهم لانه عجين باردين نتركوا لها تاني يوم الصباح تاني يوم الصباح منرش عليهم سميد او السميد القمح الناعم او الخشن اذا ما عندكن حتى ينزلوا بسهولة على الفرن من الخشب من البيل ما شرخهم بالطريقة هاي او باي طريقة انتو بتفضلوها منحطها بفرن محمال اي عالي حرارة طبعا انا عندي وعاء فيه بقلبه قمش ومي مغلية بنزل شوية مي على سطح العمال بتركن ينخبز الموضة 20 ديئة مع البخار و20 ديئة بدون بخار ومنطلعون وهدول هن الخبزات صاروا جاهزين انتوكن يرتوحنا مدة ساعة على الاقل قبل من قطعون وارجيكن يون ناكم شوفكم بعد ساعة مانا تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا جرس التنبيه ليوصلكم كل جديد جميل جميل جدا متفتح اللب وخفيف وطري ورطب من جوا ومقرمش من برة وفيه امح كامل صحي لذيذ مشبع وطري متل ما شايفين خفيف هذا خبز بتمنى تعملوه صحي جدا لالكن ولعائلتكن شوفكم جزيلا الله رات بوصفات تانية ومع السلامة شوفكم جزيلا الله رات شوفكم جزيلا الله رات بوصفات تانية شوفكم جزيلا الله رات